متابعي قناة استمع لي العزاء سلام الله عليكم قبل بداية الفيديو ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد استيفاني هان رهان أم لطفلين وهما طفلين من دول احتياجات الخاصة فكلاهما يعانيان من مرض التوحد مما يجعل التواصل مع المجتمع صعبا عليهما أن تكون أبا لأطفال يعانون من مرض التوحد ليس دائما أمرا سهلا إنه الوقت المناسب لإرسال الأطفال إلى المدرسة وقد يكون هذا أكثر صعوبا على كل حال هذه هي الأمور التي عرفتها استيفاني مؤخرا تقوم استيفاني بأرشفة يوميات أممتها على الفيسبوك فهي دائما ما تشارك منشورات عن أطفالها كاميل وإيلاي لمتابعيها من أجل أن يقرأوا ذلك كما تتكلم عن زوجها شون الذي يعاني من حالة مرضية نادرة في القلب حساب الفيسبوك يحمل اسم الرنين أو السراويل لأن استيفاني قالت أن بعض الأمور التي تكتبها تجعلها تضحك بأعلى صوتها وتكاد تموت من الضحك على الجزء الشخصي من صفحة استيفاني على الفيسبوك كتبت زوجة لرجل مريض وأم لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة امرأة أنشأت صفحتها الخاصة على الفيسبوك والآن لا تسرب شيئا غير الحقيقة قصصها كانت دائما مثيرة للانتباه والآن هي تقوم بأمور مهمة في فبراير من العام 2019 أصبحت كاتبة مساهمة حتى هذا اليوم قالت بأنها لم تتخيل أن يكون لصفحتها الخاصة كل هذا التأثير على حياتها وأضافت أن الأشهر الخمسة الأخيرة التي مرت كانت من أكثر الأوقات حرية في حياتها قالت ستيفاني بأن حياتها مهددة لتصبح أكثر صعوبة وهذا لأن أطفالها كأنهم في منطقة رمادية فهم ليسوا طبيعيين لتكون لهم حياة اجتماعية طبيعية لكن في نفس الوقت هم ليسوا عدوانيين لدرجة الالتحاق بمراكز المساعدة قالت ستيفاني بأن المراكز تكون ضيقة عندما يكون أطفالنا هم النتوء البارزة لذا فهي تكافح لوحدها من أجل أطفالها كما قالت أنها لا تمانع أن تكون كمحامي لأطفالها وفي صفحتها على الفيسبوك ذكرت ستيفاني قيامها ببعض عمليات إجهاد قبل أن تلد طفليها كتبت عن الألم الذي يسببه الإجهاد والأحاسيس التي يتركها قالت بأن فقدانها لطفلين كان من بين الأشياء الصعبة التي كان عليها معايشتها وقامت بنشر هذا المنشور في يوم الأم في سبتمبر من العام 2018 نشرت ستيفاني منشورا على الفيسبوك لتخبر متابعيها أن طفليها سيذهبان إلى روضة الأطفال قالت بأنها طيلة أربعة سنوات مضت هذه هي المرة الأولى التي ستبقى فيها وحيدة اليوم الأول أقلق ستيفاني حيث قالت أن طفليها في المنزل يكونان في بيئتهم الوهمية وإذا بقيا في هذه البيئة فهما بأمان ويمكن أن تحميهما ضد الأشخاص السيئين حول العالم والذين يحاولون سرقة أرواحهم الجميلة كانت تعرف في الأخير سيتوجب عليهم الخروج من هذه البيئة الوهمية وذلك ليتمكن من تجربة الجذل والصراع ويجريان أشياء جديدة أيضا أطفالها كانوا بحاجة لبناء شخصية وهذا أمر لا يستطيعني فعله إذا ما بقيا في بيئة وهمية قبل أن يبدأ أطفالها الدراسة وجهت ستيفاني منشورا لمن سيدرسون أطفالها كتبت إذن أيها المدرسون المستقبليون مرحبا نحن نحبكم إنكم تعرفون أنكم أبطالنا الشيء الوحيد الذي يمكنني من التنفس والإحساس بأن امرأة هو أنكم تقومون بأخذ مهامي كأم لبضع ساعات في اليوم كما أنها بدأت منشورها بالاعتذار عن أي عوائق سيصادفها المدرسون عندما يكون أطفالها هناك قالت بأن المدرسين المستقبليين كانوا يقومون بعمل لا مثيل له فقد كانوا يهذبون أطفالها وفي الأخير اعتذرت عن وضعها لهذه المسئولية الثقيلة على عاتق المدرسين المستقبليين وفي نهاية المنشور أشارت إلى بكائها الطويل في أول يوم مدرسة لأطفالها قامت ستيفاني بإنشاء منشور حول ابنتها كامبل حول أول يوم لها في الدراسة قالت بأنها كانت في أول يوم سعيدة ومتحمسة للعودة إلى المدرسة كل شيء كان منعشا وجديدا في اليوم الثالث تجاوزت كامبل هذا الإحساس حيث أصبحت تبكي خوفا من الذهاب إلى المدرسة وكان على ستيفاني أن تأخذها إلى المدرسة وهي تصرخ وتبكي مدرسة كامبل لاحظت الأوقات العصيبة التي تواجهها كامبل فقامت بإجلاء جميع التلاميذ من المكان وقامت هذه المدرسة بمعانقة كامبل محاولة تهدئتها ثم نظرت إلى ستيفاني وقالت لها أنه بإمكانها أن تتولى الأمر قالت ستيفاني أنها علمت بإمكانية وثوقها بمدرسة ابنتها 100% وضعت ستيفاني ثقتها في أساتذة أطفالها لاستقبالهم لهم طول اليوم ولم يخب ظن المدرسين أيضا قامت كامبل برسم صورة لها وهي ترقص مع مدرستها حيث قامت المدرسة بأرشفة هذه قائلة كنت جدا خائفة من الرقص بدون الأنسة كارولين لدى رقصنا معا وقامت بنشر ذلك على الفيسبوك أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم لا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم